تفتخر كوريا الجنوبية حيث أبصرت النور شركة سامسونج الأولى عالميا في مجال الهواتف الخلوية بنجاحاتها على صعيد التكنولوجيات المتقدمة غير أن القلق بدأ يساور السلطات الحكومية المعنية بشؤون الصحة والتعليم إثر الإدمان المتزايد على الأجهزة التكنولوجية عند صغار الأطفال حتى هؤلاء الذين لا يزالون في المدرسة الابتدائية إن الإدمان على الهواتف الذكية يمكن أن يخلق صراعات داخل الأسر أولادي يلعبون على هواتفهم الذكية حتى ينامون وأحيانا عندما أتفقدهم ليلا أرى أن الهواتف ما زالت تعمل وتقوم السلطات منذ عدة سنوات بترويج الوسائل التكنولوجية الموصولة بالإنترنت باعتبارها عاملا أساسيا من عوامل النمو وقد حازت العاصمة سيول لقب المدينة الأكثر نفاذا إلى الإنترنت في العالم وقد طلبت وزارة العلوم مع وزارتي الصحة والتعليم من المدارس توفير صفوف وقائية بخصوص الإدمان على الإنترنت فضلا عن تنظيم مخيمات صيفية تسمح للتلميذ بالإقلاع عن إدمانهم وكشفت المعطيات الحكومية أن أكثر من 80% من تلميذ المدارس في كوريا الجنوبية الذين تتراوحوا أعمارهم بين الثانية عشر والتاسعة عشر كانوا يملكون هاتفا ذكيا في العام 2012 وهذه النسبة هي ضعف النسبة المسجلة في العام 2011